اه حبيبي التور في في اكتر من شخص انت على خلاف معهم على امور تافها على امور اه سخيفة جدا اه هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امرأة هوائية او نارية هاي الامرأة ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع اه رح تخف سلطتها او رح تنتهي اه او رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك اه انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس اه مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك اه يعني يا برج التور اصطي يعني اذا خربطت في احيانا بالابراج يعني اقرأوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون اه قصدي اه لانه اتماعشر برج في يعني بسهل واحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين انا هون ناوية على التور فكل برج اه يعني بنزله لحاله وبكون ناوية عليه اه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين الابين برج والتاني اه بكون بسبب اه تركيزي بالورق بسبب اه تركيزي مش بس بالورق اه في ابراج في طاقات اه في اه ارقام اه في يعني في كتير شغلات اه يعني ممكن انه اه تلفت نظر الواحد او يكون عم بيفكر فيها طول الوقت لذلك بيخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا للتور اكيد اه هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح اه تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن اه على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح اه تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس اه خلينا نقول هي رح تاخد جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا اه هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك اه حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص اه شوي عنيد شوي اه ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق في لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن اه بين عندي هذا اه الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص اه تحت تأثير ممكن يكون اه طاقات اه سلبية من طرف اه تالت او اطراف اه اخرى عم تدخل في الموضوع اه شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر اه مبين فيه بعقلك الباطن امور اه اه اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف التاني اه ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه اه اه الطرفين انتو اخطأتو في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اه اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا هذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية اذا تعلقت بالشخص زيادة يعني لازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديه فا اه يعني برج التور اه من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة شهر تارت شهر كنت في تعلق اه شديد في هذا الموضوع اه وبتحاول اه انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي اه وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة اه ولكن غريبين انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب انت غريب وعلاقتكم غريبة علاقتكم مش اه مؤسسة على اساسات صح فيه امور كتير غامضة فيه امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول عم بشوف فيه الاخبطات عم بتصير كتير بسبب اه امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش بلش يعني فيه موضوع اه عمل اه جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي مبين عندي انه قريدي صارت يعني صار فيه فرصة اه عمل جديدة او نوع جديد من العمل اه برج التور اه صح روتيني اه ولكن همه همه خلينا نقول الاول اه اللي هو العمل والمال والكزا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن اه كتير وسعيد جدا من الناحية العملية عم بتحقق كتير اهداف اه ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في المسار الصحيح شايفتك اه قبل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار اه بانك تختار شغلة وتترك شغلة تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تعرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضو القديم عم بيراقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش اه بانه يصلح الامور وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض الطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس اه مش صح او مش اه مش متفقين على واحد اتنين تلقت لا تركينها لل اه للوقت لذلك اي اه اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكرة طلاق عند برج التور في فكرة انفصال او في فكرة اه زواج ارتباط من شخص اه ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار اه تبعد عن القرارات المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او الممارسات اليومية اه القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج اه رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه في اه للناس المتبعدين اه رجوع ولكن اه بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق لا نأجل ممكن بعد هيك اه شايفيتك اه حبيبي برج الدور من بعد صدمة من الاصدقاء من بعد اه خضلان من اه اه واحد من الاصدقاء او اكتر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اه اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحد فانا شايفة قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك اكتر شي اه عم بشوف ممكن احتمال انه يكون في اه حمل مش لنساء برج الدور لنساء رجال برج الدور اكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج الدور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك اه يا انت يا حدا قريب منك طالع من اه عملية يمكن اه او وجع بالظهر باللي يمكن بالا Lock他們 او بالظهر اكتر اه ولكن هذا الموضوع عم بيتم علاخير وعم بيسير فيه استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج الدور رافضين لهم فترة او ما بيعطوا ابدا مجال للجنس الاخر انه يدخلوا في اه علاقة ولكن أنا نشايفه بنهاية فيه شخص خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن مثل زواج تقليدي رجل رح يتقدم لبنات برج التور ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب الشباب ممكن يتقدموا لبنت الشاب برج التور ممكن يتقدم لبنت العازب اللي ما عنده علاقات أو أنه حدا منفصل عنه أعزب تماما أو مطلق أو أرمل يعني هدول التلات يعتبروا عزاب فممكن أن يكون فيه فكرة زواج ولكن بدون علاقة يعني ما فيه علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن أنها تكون بهذا الشهر هاي الفرصة خلينا نشوف آآ للي عم بيفكروا بي وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش آآ مش منتبه انت يا برج التور فيه شخص من برج مائي اظن أو هوائي آآ هذا الشخص عم بيراقبك آآ من بعيد هذا الشخص آآ معجب وعم بيدرس آآ الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة للي عندهم شريك واضح أو ضامرين على آآ شريك الآن عنده مشاكل كتير عنده آآ استدام في العمل عنده مشكلة آآ بالعمل ممكن آآ عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوف شوي شوي عم بيرجع لوعيه آآ عم يعمل استشفاء عم بتكون روحانياته أحسن عم بتواصل معاك روحانيا حتى لو كان آآ بعيد عنك آآ عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف بشكل عام الأوراكلز إذن برج التور هل في تحذير؟ آآ عم بيحذر أكتر إشي مش كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة أو انتحانات آآ الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم أنه الحظ مش معاهم كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك أنت وجهدك أنت ويمكن أقل شوي يعني حاول على قد ما تقدر أنه تركز في الموضوع لأنه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك هذا التحذير إذن إجا مش لكل برج التور للي عم يدرسوا كمسج بيشبه شوي وضعه أو بيشبه حياته وما ننسى إنه الإنسان يعني من فصيلة من أي فصيلة كلها منعرف بيقولك إنه التجارب اللي إنت بريزنت لي هلأ عم بتخوضها التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الآن هي بتخدم موضوعك أو هدفك أو يعني الأمور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الأشهر هاي الفترة عم بتكون بتصب بمصلحتك مثل ما أنا قلتلك بالشهر الماضي وإنت فقط استقبلها بصدر رحب وما تتوتر كتير لأنه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي إنه في مفاجآت أو تغييرات من حوله فلأ عم بيطمنك الورق وبيقولك إنه يعني شفت الأفعة كيف عم بتكون بتلفلف حوالين الشغلات وكذا بيقولك أنت كون فلكسبل مثل هيك يعني اخلق من العثرة اخلق من العثرة شيء مفيد إلك خلي الأمور تنعكس لصالحك أحياناً بنكون بظروف كتير سلبية ولكن بحركة صغيرة الزكية بشوي نحرك مخنا شوي بتنقلب كل الأمور لصالحنا إحنا بيقولك روح لروحك الحقيقية رح تطلع من الظلام أنت في ظلام أو في ظلمة من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدم الأمان كنت عم بتحس بيقولك السعادة أو النورانية أو النور من داخلك فأنت ارجع لنفسك الضوء أو الإنارة أو يعني هذا الموضوع بيكون داخلك أنت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بيحكي لنا لبرج التور أنه بيكفي تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة أنك أنت كبير بالسن أو تفكر بطريقة يعني برج التور دائماً مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة أكبر من عمره فهون عم بيقولك عيش حياتك عيش سنك أنت ما تتنكد على حالك بسبب أمور أنا ما بقول أنه برج التور يعني نكد أو كذا لا بس هو شوي بيكبر الأمور هاي الفترة عم بيضخم الأمور فبيقولك لا يعني عيش حياتك عيش سنك اليوم اللي بيزي ترجمة نانسي قنقر